موسيقى عزيزي مشاهد أحبائي أرحب بيكم في حلقة جديدة من مدرسة المسيح أرحب بيك في رحلة جميلة جدا أتمنى أنك تكون بتستمتع فيها معنا وإحنا بنسمع وبنفهم بنقرأ ونتأمل بنستوعب الحق الذي أعلنه لنا المسيح جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق مش لمجرد نسمعه لنعرفه مش لمجرد نكتبه ونمتحنه وناخد درجات لكن نعيشه نحياه نكونه أن نكون مشابهين صورة ابنه أن يكون هو بكرا بين إخوة كثيرين دي ساعته الحقيقية أن يبص علينا كده يلاقينا زيه يلاقي بصمته الطبعة فينا الطريقة اللي بنفكر بيها الطريقة اللي بنختار بيها ده وفعنا اللي جوانا تشبهه تشبهه لو المسيح عجبك بصحيح لو المسيح بتحبه بصحيح لو الشخص ده أنت شايفه جميل جدا هو بيقولك أنا هايزك تبقى زيه وسيب لي أنا المهمة دي سيب لي أنا المهمة دي بس تستسلم لإيدي استسلم لإيد الفخاري اقبل أن العجينة دي عجنها والناشف منها أدش سيبني أعملك إناء كما يحصن في عيني دي رحلة هذه المدرسة مش مجرد الحلقات دي المدرسة دي زي ما اتفقنا 24 ساعة في اليوم فاكرين في بداية الدراسة بتاعتنا دي مش ساعات بقضيها ده مش كورس بحضره لكن الرحلة دي أنا بمشي ورا المسيح كل اليوم بتاعي دي الطريقة الوحيدة اللي أقدر أقتفي إسرى خطواتي احنا هنا بناخد علامات على الطريق بناخد مفاتيح للمعرفة بندوق طعم وحلاوة الحق الذي علمنا المسيح إياه الحلقة دي أتمنى تكون نهاية مشوار في دراستنا لما نسميه الصراع الروحي الحرب الروحية اللي بنسمع عنها في كتب كثيرة جدا المعركة الروحية بيننا وبين عدو الخير إبليس الشيطان الحية القديمة التنين العظيم كتب لنا النصر أعطينا الغلبة في المسيح يسوع وكل أسف ده مش اختبار ناس كثير من المؤمنين لأننا قررنا نمشي بدمغنا نتجهله هو ما يتجهل ناس نخفل عنه هو ما مخفلتش عنك نحارب بخدراتنا وانت مش قده تستخدم أسلحة جسدية ما تنفعش في المعركة دي مظبوط لكن زي ما بيقول الكتاب مش حيطمع فينا لأننا نجهل أفكار هخلي بالي هستيقظ أن أنا بعيش في المعركة هتقوى في الرب وبشدة قواتي حلبس سلاح الله الكامل اللي ختمناه الحلقة الماضية وحنم نتكلم عن سلاح الصلاة ده السلاح المرعب اللي بيخاف منه تبليس مستعد يسمح لك تعمل حاجات كتيرة أوي 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 مش هيعكسك فيها لوحة كنيسة أو وطلع قواتي واخدم يعني ما عندوش معنا بس تصلي لا تحط إيدك في ربنا كده وتجيب له ربنا لا لأنه هو مش قده الصلاة بتجيب ربنا إلى منطقة المعركة عشان كده مش دي الحاجة اللي هو حيسيبك تعملها بسهولة حينعسك ويقرفك ويزهقك ويطفشك ويقولك ما شاء حيقول البدع لأنه عارف إنك لو نزلت على ركبيك وتعلمت تصلي ما عندوش فرصة ما عندوش إيه؟ ما عندوش فرصة اسمحولي قبل ما أفتح باب للأسئلة بالذات في الموضوعين الأخرانيين اللي ما كانتش عندوك فرصة كبيرة للأسئلة وأنا كاروتوكو أشكر ربنا إن أنا أخذ خاتمة صغيرة جدا للأسلحة الروحية دي ننهي بها الفصل الثاني معرفة إبليس؟ النصرة؟ وبعدين هنبتدي الحلقة الجاية للفصل الثالث اللي ربنا يسطر يعني خلينا عنوانه اسمه ربنا يسطر سقنا الشيطان والأعمال والسحر والأحجبة والمش عارف إيه والقطر والإيه؟ والجان والتوابع والمنجمين وقرية الفنجان وقرية الكف وكل الهلمة اللي إحنا بنتعامل معها وبنسمع عنها كل يوم بس خلوني أعمل خاتمة وبعدين أسيب أسئلة والحلقة الجاية هنبتدي الرحلة ديت في نفس تابع نفس الباب الحرب الروحية أو الصراع الروحي ملحوظة أخيرة بقول عليها من أهم أسرار النصرة والغلبة على عدو الخير كلمات قالها يحنى في سفر رؤية يحنى اللهوتي قلنا هم غلبوا بدم الخروب فاكرين قلناها دي قلنا هم غلبوا بكلمة شهاداتهم قلناها دي وسبنا واحدة كده صح وحتى ناس وقفت عندها وقالت تقصد إيه؟ ولم يحبوا حياتهم حتى الموت ولم يحبوا حياتهم حتى الموت آية زيها كتبها بوليس احن دايماً لازم نلاقي نفس الحاجة مكتوبة كتير صح؟ بتلاوني انت ما خلاصك فيها آية السيس أنا مش باهرة كل آيات انت حتلاقي في المذاكرة آيات أكتر ولو رحت للدكشن حتلاقي آيات أكتر 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 أنا باخد على قد الحلقة بس عايز أأكد لك إن عشان أقول إن دا حق لازم ألاقيه كتير لازم ألاقيه كتير بوليس بيقول إيه؟ عمل 21-24 لست أحتسب ولشي ولا نفسي سمين عين كده فهمنا المعنى لست أحتسب ولشي أنا ميتفرش حاجة معايا ولا نفسي سمين عين ما لإيه اللي يهمك؟ إيه الحاجة الغالية؟ أن أتمم بفرح سعي أني أكمل المشوار بتاعي ما يريس أخلص السبق بتاعي سعي أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخستها من الرب يسوع وقلنا في ناس كده مش عايزة تاخد خدمة لأنها مش عايزة إيه؟ مش عايزة السكة دي أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخستها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله إنجيل السلام أكترين؟ على فكرة فيه ارتباط إحنا ما قلنوش في إنجيل السلام ما أجمل قدمي المبشرين المبشرين بالخيرات المبشرين بالسلام فكان فيه ارتباط في العهد القديم بالحكاية دي بأرجل المبشرين المبشرين بالخيرات كان فيه عادة عند بعض الآباء لما ابنه يطلع مرسل يشتري له جزمة اللي هو حزاء حازين أرجولكم باستعداد جزمة جديدة ما أجمل قدمي المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات لأتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من رب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله جود نيوز الأخبار السارة إنجيل السلام إنجيل المصالحة إنجيل الغفران ببشارة نعمة الله تغلبوا إزاي البني آدم دا يعمل في إيبليس دا يعمل في إيبليس دا ولم يحبوا حياتهم حتى الموت حياتي مش غالية عندي أنا مش بحب حياتي أنا بحب الناس أنا بحب الناس أنا نفسي مش سمينة عندي أنا الناس سمينة عندي أنا مش بحب حياتي لأن حياتي لحياتي هناك أنا بحب ربنا وعايز أقردته في حياة الناس لأتمم بفرح سعي الخدمة التي أخذتها من رب يسوع تغلبوا إزاي دا تمسكوا منين تزلوا منين تكسروا منين دا تهددوا بإيه همويتك إحنا بندي الإبليس سلطان علينا لما بنحب حياتنا لما بنخاف على روحنا في خوفنا لما الأولوياتنا بتبقى غلط لو الأولوية صح بحب ربنا بحب الناس وبعيننا في الكامبس اللي بنعملها في المعسكرات الرياضية حطين شعار صعب قوي I am third أنا رقم ثلاثة في الناس تسأل إزاي رقم ثلاثة يعني إنت يعني ابن الثالث لا 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 ابني البكري كاتب كده I am third إزاي إنت رقم ثلاثة ربنا أولا الآخر ثانية أنا رقم ثلاثة ياه لو كنيسة دا شعارها بصحيح إحنا قلبناها بقنا أنا أولا قبل ربنا أنا برايح لربنا عشاني أنا عايز ربنا عشاني فهه عشان يغفر خطيئتي ويخلي بالي ويجاوزني ويخلفني ويباركني ويحافظ علي وينجيني ويديني السماء كمان وهناك يخلي بالي مني فأنا أولا ربنا ثانيا الناس سالثا الترتيبة دية إبليس يلعب بيك كرة شراب يلعب بيك كرة شراب هم غلبوه لأن هو معرفش يمسكهم منين هم اتغطوا بدم الحمل فمنوش سلطان عليهم هم فضحوه بكلمة شهاداتهم هم مخافوش على حياتهم حياتهم كانت غالية عليهم كان ربنا أغلى والناس أغلى الناس أغلى سامح لو اديتك الوف الناس تعرفني والتمن حياتك تضيع توافق ترضى لو النهضة العظيمة دية كلفتك حياتك ترضى وتمم بفرح سعيد أمين يا ريت يا ريت دا يوم المونة دا يوم المونة تغلبوا منين دا تكسروا تكسروا ازاي دا أنا واضح خليني أشبك اللي احنا قلناه دوت في بعضه جدوى الجميل قوي قوي بصوا الثلاثة الفؤانين دول منطقة الحق درع البر انجلي السلام بصوا السامي رايح ازاي نظبوط أنا أعرف الحق أنا أعيش الحق أنا أنادي بالحق الحق بيأتي منين بيأتي من كلمة الله سيف الروح الذي هو كلمة الله مش كده فأنا بعرف الحق من كلمة الله شايفينها اللي تحت انجلي السلام وبكلمة الله بعمل ايه بقوا نادي بالايه بانجلي السلام مظبوط الحق معرفتي عن الله ومعرفتي عن معود الله هو اللي بيبني الإيمان اللي فيه مظبوط فالعلاقة ما بين الحق والإيمان علاقة مباشرة والإيمان دوت بيخليني أنادي بإنجلي السلام آمنت لذلك ايه تكلمت آمنت لذلك تكلمت الإيمان ده بيخليني أصلي ثقة من يؤمن به في الأعمالة أنا أعمالها أعماله وأعمال أعظم منها لأن ماضي الأب ومهما سألتم باسم فذاك أفعله مصدق ربنا هعمل أعمال أعمال إزاي أنا هصلي هصلي فربنا يعمل ففي علاقة كبيرة أوي ما بين الإيمان وما بين الصلاة التلاتة اللي تحت دول دم الحمل كلمة شهادتهم لم يحبوا حياتهم كلمة شهادتهم هي بكلمة الله بن نادي بإنجلي السلام فإنجلي السلام وكلمة الله وكلمة شهادتهم خط واحد الحق والإيمان ودم الحمل خط واحد الحق بيولد الإيمان والإيمان بيزود معرفة الحق والإيمان بدم الحمل مسأدى أن دم الحمل يحميني يسترني فغلبوه بدم الحمل والبيز بتاع الحتة دي كلها ولم يحبوا حياتهم حتى الموت فالناس صدقتهم لما أكون بحبكم استعدت أموت عشان أنت تعيش هتصدقني لم يكون ما أضاحب حياتي عشان أنت يقول لك مش هقتلك عشان تقتنع باللي أنا بقول عليه هتسمع كلام ولا موتك ولا أنا مستعد أضاحب نفسي عشان أنت تعرف الحقيقة هتصدقني 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 هتسمعني هتقبل مني لأن أنا مش عايزك تؤمن عشان أنا أتعظم عشان أنا أزيد عشان أنا أتشهر عايزك تعرف ربنا عشانك إحنا بعضنا بنصلي لعيالنا عشان دول عيالنا عايز عيالنا عارفوا ربنا عايز عيلتي تبقى مؤمنة مش بصلي لهم عشان هما باني قدمين عشان ربنا يفرح بيهم بصلي لهم عشاني مش بصلي لهم عشانهم إحنا مرات بنخدم عشان إحنا نسمر مش عشان الناس الناس بتعرف أنت بتعمل معي ده عشان تبقى أنت كويس أنت بتعمل كده بتقدم واجب انت عايز تربحني ربنا عشان يبقى عندك رصيد بيبقى او 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 انا اللي بعمله ده بعمله ليه ولا بعمله ليه لم يحبوا حياتهم كحتى الموت فباين جدا انا بعمل كده ليه ليك ليك مش ليه مش ليه انا بصحيح بحبك مش ليه دي المنظومة اللي اتكلمنا عنها بصوا المربعات دخلة في بعضها ازاي كل واحدة متشبكة مع التانية متربطة مع التانية بتعزف مقطوعة موسيقية واحدة ما تعرفش تاخد حتة منها والباقي يكمل ما تعرفش ما تعرفش تاخد حتة منها والباقي يكمل لم يحبوا حياتهم حتى الموت هي رجاء الخلاص مش كده انا مش خايف من الموت ليش تعانى انطلق واكون مع المسيح واللي وديني هناك بعمل فيها اكبر جميلة فانا مش دي قضيتي الحقائق رجبة في بعضها قطعة من البازلز تقدر تحطها كده ترسم رسمة في الآخر على بعضها خد اي حتة منها الصورة يحصلها ايه بتخرم بتخرم احنا دايما عايزين نختزل للمعادلة الالهية عايزين نختصرها نقدر نستغنى عن ايه اول سؤال مش ازاي اجو باي دي بوك مش ازاي اعمل الصح نقدر نختزل ايه وانت بتذاكر كده عشان خاطر الامتحانات بتوع تقول ايه الفصل اللي ما راك ذاكروش اللي فممكن ما يجيش فيه الامتحان فيه ناس اشطر بقى بدل ما تفوت فصل فصلين من الاثناشر هم تنشن على اتنين واحيانا يجي الامتحان وينجح ويطلع مبسوط بنفسه جدا 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 تخيل اللي انا زكار دولة جاب شوف ربنا انت نجحت بس اتعلمت ايه ولا احنا شعب يموت في الفهلوة صح يحبها والمشكلة ان بنخش ملكوت السماوات وعايزين برضو ايه قولي يا سيس اهم واحدة خدها ايه اللي فيهم قولي واحدة منهم سلاح الله اسألة موسيقى 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 اشتركوا في القناة